اياكم الله عزيزان الطلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم شرح هيكل رياضيات 11 عام فصل الدراسي الثالث في الفيديو السابق احنا حلينا ذول الاسئلة لكن بدنا نعمل مراجعة سريعة انا كيف اطلع اكس لما اشوف مثلث زيك معطيني زاوية واضلع وبدو اضلع ثالث اللي هو ال اكس باجي طبعا اشوف المثلث القائم ال اكس هنا وتر ال اكس هنا وتر والسبعة بالنسبة للزاوية اللي معطيني اياها مجاور مين اللي بالنسبة المثلثية اللي اللي لها علاقة بالمجاور والوتر ما لها علاقة بالمقابل مقابل ما انه علاقة فيه هي الكوساين فنجي نقول الكوساين ثلاثة ثلاثين يساوي المجاور على الوتر واللي هو يساوي سبعة على اكس تمام نجي عاد نعمل نقول هاي على واحد نعمل ضرب تبادلي نقول زي هيك اكس تساوي نقسم علي بقابل المجهول كوساين ثلاثة ثلاثين ونضرب واحد في سبعة لسبعة نروح على الالة الحاسبة ونطلع قيمة اكس لأقرب جزء من لأقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر سبعة قسمة كوساين ثلاثة ثلاثين سكر القوس يساوي ثمانية فاصلة أربعة وثلاثين الأربعة وثلاثين ما بتقرب تصير أربعين يعني بتظل ثلاثة بالعشرة إذن تساوي تقريبا ثمانية فاصلة ثلاثة نفس الإشي لو بدنا نحل ها بدي أعرف أن هنا الوتر ما له علاقة هذا الوتر ما له علاقة إذن ما رح أستخدم لا صاين ولا كوساين لأن ثلاثين فيهم واتر مين أستخدم استخدم التان ويقول تان الزاوية اللي هي ثلاثين وخمسين تان ثلاثين وخمسين يساوي المقابل X على المجاور ثمانية المقابل على المجاور ما عندي وتر أقول على واحد سوي ضرب تبادلي X تساوي شو اللي بيقابل X هو الواحد بقسم على واحد أضرب ثمانية في تان اثنين وخمسين وأحسب هاوين على الأهلة الحاسبة أقول هنا ثمانية ضرب تان اثنين وخمسين يساوي 10.23 يعني 10.2 نفس الإشي هنا بس إيش أستخدم هنا أستخدم الصين أقول صين 60 تساوي X على 22 22 غلط مش أكسه على 22 المقابل 22 على الوتر X ديروا بالك تعكسه على واحد ضرب تبادلي X تساوي بقسم أضرب واحد في 22 وأقسم على اللي قابل X اللي هو صين 60 نروح على أهلة الحاسبة ونقول لها 22 قسمة صين 60 يساوي يطلع جذور سوية SD 25.4 25 20.4 طيب نفس الأشي هنا الفكرة أنك تطلع الزاوية هنا مجهول زاوية فأنا عندي X عندي ثلاث نسب معروفة إما صين أو كوصين أو تان يا ترى مين اللي أخذها حسب الشو معطيك للزاوية معطيك مجاور ووتر مين اللي له علاقة بالمجاور والوتر هو الكوصين فبقول كوصين X يساوي المجاور 6 والوتر 16 بعدها بتروح على آلة الحاسبة تقول X تساوي shift كوصين عشان يطلع الكوصين inverse زي هيك كوصين inverse 6 قسمة 16 وبنشوف قديش تطلع معانا الزاوية shift كوصين 6 تقسيم 16 يساوي 67 فاصل 97 وبالدوية لأقرب جزء من عشرة يصير 68 لأن التسعة المزودة ما بتاسع إذن يصير 68 مع التقريق هذا بالنسبة للزاوية X نفس الإشي هنا بس إيش أخذ عندي مقابل وعندي وتر نأخذ الصين نقول صين X يساوي المقابل 6 على الوتر 14 بعدها X تساوي صين انفرس يعني shift صين 6 قسمة 14 رعا الحاسبة shift صين 6 تقسيم 14 سكربوس يساوي 25 فاصل 37 37 تقرب صير 40 يعني 25 فاصلة 4 هنا نفس 15 على 8 بعدها X تساوي tan inverse يعني shift tan 15 قسمة 8 ليش اخترت tan ليش ما اخترت cosine ولا sine لأنه ما اعطاني وتر الوتر ما لديه علاقة اعطاني مجاور وعطاني مقابل تكون حافظ يكتب الكوين هنا انه sine هو المقابل على الوتر هذا sine وال cosine يساوي المجاور على الوتر اذا بي وتر يا sine يا cosine اما اذا ما في وتر بدك تستعمل tan tan x يساوي المقابل على المجاور دول قواعد اللي احنا اشتغلنا عليهم كل المجموعة هاي بعده بيقول جد زاوية ذات قياس موجب وزاوية ذات قياس سالب يشتركان في نفس في نفس اذا ما في داع ظل على الانتهاء عندي الزاوية مية او مش مية سالب مية عشان اطلع القياس الموجة بشو بسو بزود 360 عشان اطلع القياس السالب بشو بسو بطرح 360 يلا سالب مية زائد 360 يطلع لي 260 درجة سالب مية ناقص 360 سالب 460 درجة يعني لو رحت على القلة الحاسبة صين والكوصين لهم رح يكون نفس الاشي سواء نسالب مية ولا 260 ولا سالب 460 يلا نفس الاشي هنا 175 بدي قياس موجة بشو اعمل ازود 360 يعني احتاج ازود اكثر من مرة اذا كان سالب كثير وهنا اناقص 360 175 زائد 360 يساوي 535 درجة واذا بدي اطرح 175 ناقص 360 يساوي سالب 185 درجة نفس الاشي 25 درجة شو نعمل بزود 360 بتصير 385 درجة بطرح 360 بتصير سالب 300 و35 درجة طبعا حلينا هذا شرحنا بالفيديو السابق لكن نأخذ مثاليا وحدة لما تكون درجات زي هيك وحدة لما تكون راديان زي هيك شون نحول الدرجة الى راديان شون نحول الراديان الى درجة بالنسبة للدرجة اذا بدك تحولها الى راديان اللي هي 190 درجة شو سوي اضرب في باي واقسم على 180 ويساوي اترك الباي هنا وروح قسم 190 على 180 عشان الحاسبة تبسط هذا الرقم تقسيم 180 يساوي 19 18 يعني 19 باي على 18 بصير زيك نكتب بصير نكتب 19 18 لحال بعدين باي بصير هنا العكس شو عملت هنا ضربت في باي وقسمت على 180 الان العكس بدك تضرب في 180 وتقسم على باي هي سالب 7 باي على 3 واللي مستعجل بس يحط بدل باي 180 إذا نظر 180 على باي شايفين كيف العكس هنا باي ع 180 هنا 180 على باي شو شو بيصير عندي طبعا لي بصير انه هاي بتروح مع الباي وبنحل الباقي بالآلة الحاسبة يلا مع بعض شو بنسوي سالب 7 ضرب 180 تقسيم 3 يساوي سالب 420 سالب 420 طول القوس رح نرجع لهذا السؤال سنشوف طول القوس هنا طول القوس هذه الزاوية فيتا طبعا الغازمة تكون بالرادعان ضرب نصف القطر يعني شو الل رح يكون يساوي 5 ضرب 3 باي على 7 ويساوي طبعا هو بدوا إياها لأقرب جزء من 10 يعني بدوا إياها بدون باي لحظوا هنا الباي بالأطوال هي 3.14 بينما بالزوايا التقدير الدائري هي 180 درجة ديروا بالك وتخربطوا لما أنا بحكي عن أطوال ومقادير وقيم الباي هي 3.14 لما أحكي عن الباي كزاوية هي تعادل 180 درجة إذن الآن أنا عندي الباي 3.14 أو إنك اكتبها باي من الآلة الحاسبة يتبسط لك كسر عشرية 5 ضرب 3 ضرب باي كيف أحصل على الباي شايف تحت بالوسط آخر باي بعدين تقسيم 7 يساوي طبعا طلع 15 على 7 باي أنا ما بدي أبدأ لآلة باي بدي أقرب جزء من 10 شو شو أعمال أسوي SD فوق بالآلة الحاسبة فصارت 6.7 لعيومينها ثلاث ما بتقرب إذن 6.7 تقريبا نفس الإشي هنا بدي طول القوس اللي يساوي نصف القطر 27 ضرب الزاوية بالراديان اللي هي 10 باي على 9 ونروح نضرب 27 ضرب 10 ضرب باي أو 3.14 زي ما بدك بعدين تقسيم 9 طلع كسر سوي 94.2 تمام إن شاء الله طيب هنا بالسؤال اللي قبله بيقول التزلج وعلى الرسمة هاي بده طول الجزء المنحني بده هذا الطول تمام كم الزاوية 90 يعني باي على 2 كم نصف القطر نبين إذن شو نقول اليساوي الزاوية باي على 2 ضرب نصف القطر 2.4 وبالروح طبعا بده ما قال الأقرب جزء من 10 فممكن إحنا باي على 2 هاي شفت باي قسم على 2 طلع من الكسر هاي باي على 2 ضار 2.4 يساوي 6 على 5 باي سويها دي 3.76 يعني بصير تقريبا 3.8 أو 6 6 6 باي على 5 ودق هنا نفس اللي شي عندك نصف القطر وعندك الزاوية بس الزاوية بدك تحولها إلى راديان بدك تحول حول إلى راديان ما يقبل طول القوس درجات فال300 كيف نحولها الراديان ضرب باي قسمة 180 شو بتصير 300 تقسيم 180 عفوا عفوا 300 تقسيم 180 5 على 3 يعني الزاوية هاي عبارة عن ما علش 5 باي على 3 بعدها شو نعمل نروح نطلع طول القوس اللي يساوي 5 باي على 3 ضرب 7 فاصلة 2 وبنحسبها عاد بال آلة الحاسبة فبصير زي هيك نصير يعني ما نضيع وقت على الحسبات زي هيك خلص نشرح الطريقة يساوي بعدين ضرب نصف القطر 7 فاصل فاصل 2 يساوي 12 باي 12 باي إذن تطلع 12 باي وإذا بدك إياها SD 37 37 7 تقريبا 37 7 تمام المجموعة اللي بعدها بيقول إنه ظلح الانتهاء للزاوية الموجودة في الوضع القياسي يتضمن نقطة جد القيم المثلثية 6 لهذه رح نأخذ وحدة نشرح عليها رح نأخذ وحدة فيها صفر ثنتين فيهم صفر ووحدة فيها سالب يابا أول شي أنت عندك X وعندك H Y بروح تطلع R أنا بحل الآن سؤال 12 R يساوي جذر طبعا بالمزمة هاي سؤال 12 وبالكتاب ما بنعرف إيش رقمه 5 تربيع زائد 12 تربيع بنحسبه بالحاسبة وبيطلع 13 هاي R شو الخطوة الأولى طبعا أعطيني نقطة X Y هاي X وهاي Y X Y R يساوي X تربيع زائد Y تربيع تمام؟ هذا لحسبة R جو الجذر طيب بعدين شو نعمل؟ في عندي أول شيء الأساسيات Sine Sine الزاوية شو يساوي؟ القانون يقول Y على R غير غير عن قبل شوية مقابل عواثر هنا نحن نطلع من نقطة لما يكون من نقطة زي هك Y على R Cosine Theta يساوي X على R Tam Theta أنا بكتب بالقوانين Y على X يلا خليه نشوف هنا قديش Y 12 وR قديش 13 إذن 12 13 تمام Cosine Theta X على R يعني 5 على 13 Tam Theta Y على X يعني 12 على 5 5 مقلوب الصين بيسموه Cosicant أو Cosica لا مش Cosine Cosica Cosicant Cosicant مقلوب الصين هذا يبدأ بحرف S هاي يبدأ بحرف C Cosicant Theta شو يساوي R على Y يعني 13 على 12 أما مقلوب Cosine اسمه سيكانت يساوي Cosine X على R هذا بيصير R على X يطلع 13 خمسة التان المقلوب له اسمه Cosine ويطلع X على Y يعني 5 على 12 هذا بالنسبة للسؤال الثاني 10 تمام هنا 3 و 0 هاي زاوية ربعية يعني تجي الزاوية 0 هاي هاي زاويتها 0 هنا لو بدي أحسب R جذر 3 تربية زائد 0 تربية تطلع 3 R 3 و X 3 و Y 0 بنروح نحل يلا Sin Theta يساوي شو قلنا القانون Y ع R يعني 0 ع 3 و يساوي 0 نحن نحكي عن الزاوية 0 هي لأنه تجي على محور X الموجب قياس 0 تمام أما كوسان سوى الرابع عشر احنا بالحل كوسان فيتا قانون يقول X على R X على R يعني 3 على 3 ويساوي 1 أما التان يساوي Y على X يطلع 0 على 3 ويساوي 0 تمام سين سين كوسان تا الآن بدي أنا مقلوب السين اللي هو الكيسك أو كوسيكا يساوي كوسيكا فيتا شو القانون قلنا مقلوب R على Y يعني 3 على 0 هنا نقول غير معرف هنا غير معرف ننتبه غير معرف ما بيصير إنه نقسم على صفر طيب سيكنت له 1 على كوساين يطلع أيضا 3 على 3 مقلوب الكوساين ويطلع 1 الكوتان قلنا X على Y يعني 3 على صفر أيضا هذا غير معرف معرف نفس الإشي للباقيات R دايما تطلع موجبة فممكن أنت تكون في تحل سالب موجب إذن نفس الإشي نتعامل مع البقية مساحة المثلث مساحة المثلث مساحة المثلث تساوي نص ضرب الظلع الأول ضرب ضرب الظلع الثاني ضرب صاين الزاوية المحصورة هذا هذا قانون مساحة المثلث نص ضرب الظلع الأول ضرب الظلع الثاني ضرب صاين الزاوية المحصورة خلينا نأخذ يلا هنا المساحة اللي هي area تساوي ضلع الأول ستاش أول شي نخص ضرب ضلع الأول ستاش ضرب الظلع الثاني عشرين ضرب صاين الزاوية الثنين وخمسية بنروح نحسب هذا الأشي على الآلة الحاسبة فشو بنقول نوس نقدر نسويها 0.5 ضرب ستاش ضرب عشرين ضرب صاين اثنين وخمسية سكرة خاص يساوي مية وستة وعشرين فاصل صفر ثمانية وبدو لي أقرب جزء من عشرة إذا نقول مية مية وستة وعشرين فاصل فاصل واحد لأنه صفر ثمانية اللي بعده يلا هارف الأيريا تساوي ايش وحدة القياس هنا متر مربع لأنه معطينا الأطوال بالمتر الأيريا تساوي نص ضرب ضلع الأول ثمنتاش ضرب ضلع الثاني أرباطاش ضرب صاين صاين أي زاوية يعطيني أربع زوايا صاين الزاوية المحصورة اللي هي ستة وثلاثين طيني ثلاث زوايا إذن نأخذ الزاوية المحصورة بين الضلعين فبنروح الآن على الآلة الحاسبة نص الثمنتاش تسعة ضرب أربع طاش ضرب صاين ستة وثلاثين سكره القوس يساوي أربع وسبعين فاصلة صفر ستة صفر ستة بتتقرب للواحد من عشرة إذن تساوي أربع وسبعين فاصلة واحد شو وحدة طبعا تساوي تقريبا شو وحدة القياس هنا عندي سنتيمتر إذن سنتيمتر مرطة الحل كمان سؤال عشرين يالله الضلع سمول اي والظلع سمول بي معناة الزاوية المحصورة هي الزاوية سي فشو بنقول المساحة الاريا تساوي نص ضرب ضلع الأول 2.7 ضرب 4.6 ضرب 4.6 ضرب 2.7 ضرب 4.6 ضرب سين 116 5.58 يعني 5.6 لما بقربها إذن تساوي تقريبا بأهل أقرب جزء من 10 5.6 5.6 تمام إن شاء الله لغاية الآن وهكذا البقية يعني سؤال اللي بعده يقول حل كل مثلث مما يلي تمام حل كل مثلث وقرب الأطوال الأطلاع إلى أقرب جزء من 10 وقياسات الزوايا إلى أقرب درجة ماذا يعني حل المثلث حل المثلث يعني جد جميع زوايا وأطلاعه ما بتخلي شي نبدأ هنا يلا هذا المثلث بدي أحله لو بعرف زاوية ثانية بقدر أبن ما عندي معلومة ولا عن أي زاوية مبدأ لكن نحتاج نطلع طول الظلع بي كيف أطلع طول الظلع بي على قانون الكوساين بي يساوي جذر طويل شوفوا كيف بدي أطلع بي هذا واخذ الظلع الأول تربيع 12 تربيع زايد قانون الكوساين 14 تربيع لاحظوا كيف 12 14 تربيع ناقص تابعوا شو بدي أكتب 2 هاي 2 دايما ضرب الظلع الأول اللي هو 12 ضرب الظلع الثاني اللي هو 14 ضرب كوساين الزاوية 92 إنه كتب وضوح إنه كتب وضوح لأنه قانون عشان تعرفوا كويس آه نعيد كمان مرة بدي أطلع بي حسب قانون الكوساين لأنه عندك ضلعين وزاوية محصورة أقدر أطلع الظلع الثالث كيف جذر طويل زي هيك أكتب فيه الظلع الأول تربيع زايد الظلع الثاني تربيع ناقص لنبدأ أغير اثنين هاي اثنين دائما موجودة ضرب الظلع الأول اللي هو 12 ضرب الظلع الثاني اللي هو 14 كله جو الجذر 14 ضرب كوساين الزاوية 92 90 نسويه على الآلة الحاسبة يطلع لي قديش بي يار جذر 12 تربيع زايد 14 تربيع ناقص اثنين دائما هاي اثنين موجودة ضرب 12 ضرب 14 ضرب كوساين وليس صاين كوساين 92 يساوي 18 فاصلة 7 5 يعني 18 فاصلة 8 بي هاي تساوي 18 فاصلة 8 انه بدو يالي اقرب جزء من 10 18 فاصلة 8 طيب هيك عرفنا الاضلاع الثلاث بس مش عارفين الزوايا بحتاج عارف زاوية شو راي يكون طلع الزاوية اي ولا الزاوية س في امتين نقدر نطلع يلا لكن على قانون الصاين الآن قانون الصاين ايش قانون الصاين بدو يطلع الزاوية اي بقول صاين اي صاين اي على الزلع الذي يقابل اي هو اربعطاش يساوي صاين اثنين وتسعين على شو اللي قابل الاثنين تسعين ثمانطاش فاصلة ثمانية نقوم الآن بعمل ضرب تبادلي فبتطلع معاي صاين اي بعدين نعرف اي الآن خلينا نعرف الصاين قديش نقسم علي بقابل المجهول اللي هو ثمانطاش فاصلة ثمانية ونضرب اربعطاش في صاين اثنين وتسعين نحسبها على الآلة الحاسبة عشان نطلع الصاين او نقدر نقول شفت صاين وللرقم هذا كله يعني هيك اذا بدي انا طلع خلينا نطلع والش الصاين احسن بنروح هيك اربعطاش صاين نين وتسعين سكر القوس تحت ثمنتاش فاصلة ثمانية يساوي ضروري جدا الصاين ناخذ من اربع منازل عشرية يعني زي هيك صفر ما يبسين فعلي قرب ولا اقرب منزل عشرية الصاين ما بينفع لانه يأثر على قياس الزاوية اربعة اربعة لعيومين اثنين اثنين فبتبقى اثنين كل ما اخذنا منازل عشرية اكثر تطلع معي الزاوية ادق اذا هذا الصاين لا ايه انا ما بدي الصاين لا ايه بدي قديش قديش الزاوية ايه فشو نعمل نقول شيفت صاين ونحط زيرو بوينت سبعة اربعة اربعة اثنين يعني صاين انفرس الظلع سمول ب وهس عرفنا الزاوية ثمانية واربعين اللي هي الزاوية ايه ظل علي اعرف الزاوية سي الزاوية سي اعرف الزاوية سي من مجموعة زوايا المثلث اللي هو مية وثمانين ناقص اه ثمانية واربعين ناقص اثنين وتسعين المثلث كله مية وثمانين ف نقول المثلث كله مية وثمانين نقص منه الزاوية اثنين وتسعين كمان نقص الزاوية اللي طلعناها جديد ثمانية واربعين يظل اربعين اذا الزاوية سي تساوي اربعين درع اي اربعين هيك اكون انا طلعت الزاوية سي طلعت الزاوية اي طلعت الظلع ها استخدمت قانون الصين قانون الكوسين مجموع زوايا المثلث نفس الاشي بتحلوا لي سؤال تسعة نفس الخطوات اول ما نبدأ بالضلع سيع باستخدام قانون الكوسين لا لا راح نحل تسعة ودعش بس باقي ان شاء الله نكون سهل يعني بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعيد السؤال 11 من البداية معطيني ثلاث أفضاع ضلع ضلعين ثلاث مو معطيني أي زاوية رح اتطبقت قانون الكوساين عشان اطلع الزاوية بي اخذنا هذا الضلع الرئيسي 13 تربيع يساوي الضلعين الثانيات تربيع ناقص 2 في الضلع الأول في الضلع الثاني في كوساين الزاوية اللي بتقابل هذا الضلع هذا اسمه قانون الكوساين شفنا هاي سالب قررنا ننقلها على الجهة الثانية ضربنا 2 بتسعب 7 طلع 126 كوساين بي نقلناهم على الجهة هاي ونقلنا 13 تربيع جاي صارت 126 كوساين بي يساوي حسبنا التربيعات هذول طلعوا سالب 39 عرفنا انه الزاوية منفرجة لانه طلعت بالسالب قسمنا على 126 طلع كوساين بي سالب 39 على 126 بعد ما عرفت الكوساين انا بقدر اعرف بي الزاوية بي يساوي شيفت كوساين سالب 39 على 126 وبنحسبها وبتطلع معاي 108 هذا الزاوية بي الآن عرفنا زاوية رئيسية ما شاء الله عليها دخلنا جوه المثلث عرفنا زاوية رئيسية الآن عشان اطلع الزاوية ايه بدي استخدم قانون للصاين صاين ايه على سبعة الضلع اللي قابلها يساوي صاين الزاوية اللي انا طلعتها 108 على 13 سوهينا ضرب تبادلي صاين ايه سبعة ضرب صاين 108 قسمة اللي بيقابل الصاين اللي هو 13 قلنا لازم نأخذه من 4 منازل لازم نأخذه من 4 منازل بعدها عرفنا الزاوية ايه شفت صاين لأنه هذا الصاين إلها إذا أنت تعرف الصاين خلاص رح تعرف الزاوية زاوية ايه صاين انفرس لها الرقم هذا وطلعت 31 هيك عرفنا الزاوية الثانية إنها 31 ظل علي فقط الزاوية سي نعرفها من مجموع زوايا المثلث زاوية سي 180 ناقص 31 ناقص 108 تطلع 41 هيك نكون عرفنا جميع زوايا المثلث جميع أطراف سؤال 9 يشبه سؤال 10 سؤال 11 يشبه سؤال لا سؤال 9 يشبه 10 وسؤال 11 يشبه 12 وذول بعد ما ترخصهم هم تشوفوا أنه نستخدم قانون الصاين أو الكوساين أو كلاهما شكراً لكم السلام عليكم تابعون 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 صration شكرا